مرحبا بالجميع لا تنسوا الاشتراك والضغط على جرس والاعجاب بالقناة اشتركوا في القناة ستجدوا غير الفايدة مع مفيدة تحياتي لكم نبغيكم بزاف متساوش تخلوا لي تعليقاتكم ولايكاتكم من الان ويلا نفوتوا في فيديو اليوم ان شاء الله اليوم نهار الليمون كما شفتوا عندي هاد الليم تاع البلاد صراحة سخفني كي شفته يعني ما شاء الله يشهي يجي مكور الليم تاع البلاد اخواتي يجي القشرة تاعه رقيقة ويجي دائري الشكل ميجيش بيضاوي لكن الليم رومي كما يقولوا له ولا الليم تاع الخارج يجي بشكل طولي هذك اللي يجي طويل ويجي قشرة تاعه شوي يخشينة المهم اخواتي هذا تاع البلاد قادر تلقوا فيها كضرابي في القشرة قادر تلقوا عادي جدا لان هذا بيو اخواتي ما فيه احتواله يعني ما فيهش محسينات ولا فيه عفيس واحد اخرين هذا ما شاء الله عليه ويجي فيه لما بزاف هذا النوع من الليمون والقشرة تاعه جي رقيقة بزاف فاخواتي هاد النوع يصلح بزاف انا ندروه الليم المرقد واليوم سيشارككم الطريقة سبق لي وشاركتكم هاد طرق على القناة في فيديوهات متفرقة لكن اليوم حاولت نجمع لكم الطريقتين المالح والحلوة مع بعض ونقول لكم فاش نستخدموهم ان شاء الله المهم اخواتي الليم هنا تاعي ولا القارس ولا الليمون كم تخصلته غاية الغاية نقيته بالشيتة يعني حكيته باش نفتح له المسام نقلع منهم اي اوساخ او عفسة كين حبات تشوفهم ضربين هادوك اخواتي ضربت على الشجرة عادي تعجليت تعالاخر يعني هادوك امور عادي جدا تكون في الليمون ليكون طبيعي عندي حبات شوية خضورة دخلتهم اخواتي لانو الكمية شوية قليلة يعني ميش هديك الكمية ليتمو هاد الشي اللي لقيته فقلت لي ما لا غدي نديرهم عادي جدا انا ما عنديش مشكل الاخوات فقط الليمون الاصفر يجيبنين وحلو على الليمون الاخضر ويكون طيب وفيه السوائل بزاف يعني هادو الفرق بينتهم فرق تعطعم ولونه في التصبير الاصفر يبقى لونه جميل الاخضر يروح لونه للون الغامق لهذا نبغو الاصفر كتر من الاخضر اليوم غدي نشارك معاكم طريقة على المصبر ماشي المصير يعني المصبر لمرقد التصبير التاعه كيما الطريقة اللي نلقوه لبنفس الشي اللي نلقوه يتباع في المرشيات الخضراء ولا كل شي في طواب التاع الزيتون نلقو هادا النوع من الليمون وبزاف ما يعرفوا شوين يستخدموه وكيفا يديروه طريقة سهلة نفتحو الحبة الليمون تاعنا بعد اللي خصلناها طبعا على اربعة ونحاول نعمروه في كل حبة ملعقة صغيرة مملوئة من الملح ونحاولو ندكو القارورة بتاعنا يعني نعمروها غاية الغاية هذيك القارورة بايه هبطدنا الليمون إذا بغيتوا تخدموه مصير يعني الليم لمصير يطيب في المتاعه يعني في المتاعه ولا في عاصر الليمون اللي ينزل منه لكن المرقد يطيب في الماء يعني غادي نزيدو عليه الماء وهذا صراحة أنا اللي نبغيه نحس الذوق التاعه أقل ذاعة يعني ما يكونش قاسح بزاف كما الليم لمصير اللي يطيب في السائل تاعه يعني في الليمون في المتاعه فهذا اللي يطيب في الماء الطيب هذا عادي جدا يجي طعم التاعه خفيف شوية مقارنة بالآخر لهذا أنا نبغيه بالنسبة لبناء الغرب أخوتي أنا صراحة في الولايات الأخرين ما على باليش في تلمسان شفتها مرة في المارشي تاع تلمسان في مغنية موجود بكثرة لقيتها كذلك يتباع في وهرن يعني في المارشي تاع ديستو ولا في زاشعلام ولا في قمبيطة ولا في لاباستي يعني تلقوه يعني موجود بكثرة ما شاء الله وتلقوه المصبر وتلقوه المصير يعني على حساب كون كذلك اللي يجي فيه الزعفران وفي الفلدريس موجود أيضا لكن على العموم هذا اللي نخدمه بيحنا المصبر تاع المحلات بعد اللي شفتوا أخوتيها ولا العصير تعليموا رهنزل منه إذا بغيتوهم السيار اكتفوا بهذا المرحلة وفقط يعني يبقوا مرة على مرة تخطوه باش يدكوه باش يسيل أكتر السوائل إذا بغيتوهم مصبر يعني ومرقد كما بالطريقة تعلمة ضيفوا عليه الماء طايب كما درت أنا الآن غد نحاول نغطي عليه بالماء اللي طايب يعني ما وصلتها تقريبا سخنته حتوصل لدرجة الغاليان وكبيت على الليمون بتاعي غد نحاول نغطيه تماما بالماء وندير عليه طبقة من الزيت استخدامات الليمون المالح هذا أخوتي استخدموهم قاع في طواجين تاعكم قاع لمراقي درتي اللوبيا ماشطو درتي الزيتون درتي الخرشف درتي أي نوع من الخضر درتي الحوت مشرمل درتي أي عفسة يعني هو يصلح بزاف مع السمك ومع الدجاج اكتر من اللحم يعني مع اللحم شوية شوية طعم التاعه مشي عدك هو لكن مع الدجاج ومع الأسماك يجي بزاف شباب أخوتي مع السلاطات الدافئة يعني اللي نشرملوهم بالتوم واليزيبيس والتعقيرات والحشيش هذوك أخوتي يجي بزاف معهم شباب سواء اللوبيا الفول باطاطا البربا الجازار يعني هذو الأمور تديري مع أمري شوية ولتخلطين مع الفينيغات يعطي فرق في الطعم وفرق جميل جدا نتمنى إن شاء الله تجربوا المبتدئات لي مشي مع الفين بي ديروا فقط زوج حبة ثلاثة يكفي أخوتي كالتجربة أولى أنا درت هذه الكمية إن شاء الله بحول الله تعالى هذي لي يا أنا وفي الأيام المقبلة إن شاء الله ماماري درت لك وماندر بيطول لي في عمرها ويحفظها إن شاء الله أختي كذلك للمفيدة ديري لي رو كميلي تعالى العام لأنه متعودة أنا اللي ندير لهم تعالى العام تاهم إن شاء الله بحول الله تعالى هذي الأيام كذلك غادي يطيح الثمن تعالى الليمون بإن شاء الله وغادي نحاول ندير لهم كمية ليهم إن شاء الله مهم أخوتي هدارة هواجد غادي نحطها في البلاكار بعد 15 يوم إن شاء الله يبدا يطيب عندي حتى الشهر على حسب درجة حرارة المطبخ وغادي ندير أنا وياكم الليم الامرقة الحلو إن شاء الله بالنسبة للليمون المرقد لحيو كنت شاركته معاكم ايضا على القناة هذه مدة سنة كاملة العام اللي فدرتها معاكم سنشاركها معاكم الان هنا جبت هذا الليمون لكم تشوفوا فيه تايم اللون الاصفر يعني اللي خدمت به تقدروا بالاخضر ايضا يعني الفرق بين ليمن و لايم هذا هو يعني اللايم يجي اخضر والليمن يجي اصفر فاخواتي تقدروا بالليمون الاخضر ايضا الاخوات اللي تقسوني قالوا لي مفيدا قد نديره بالبرتقال اكيد قدوا نديروه بالبرتقال ان شاء الله هذو يومين خدمت كمية وصورتها لكم تا البرتقال ان شاء الله نزلها لكم في القريب لانه الفترة اللي خدمت فيها الليمون ما كانش عندي البرتقال وكان مازال ثمنتعة شوية مرتفع مؤخرا فقط لقيت البرتقال بثمن معقول المهم اخواتي هاد النوعية ممتازة ميجيش فيها العظم يعني قليل ونلقاوا فيها العظم هادا نوع صان بيبان الليمون هناك شتوني قطعته شرائح رقيقة كيما راكم تشوفو باش ناكد تماما انه مبقاش فيه العظم يعني وين تلقوا العظم تقلعوه اخواتي فتشوا الليمون تاعكم غاية لغاية كي تكونوا تقطعو فيه باش تنحو العظم فيما هادا لقيت فيها العظم هنا وحد زوج حبات غادي نحاول نقلعوه لانه العظم يدير المرورة اخواتي في العصير تاعنا ولف هذا الليمون المرقض الحلو غادي ديرنا واحد المرورة انا ما غاديش نحتاجها فغادي نقلع تقريبا قاح هادوك العظمات على الليمون لنلقاهم غادي نواصل قاع الكمياء ان شاء الله العملية هادا حتى نكمل قاع الكمياء تاعي تاع الليمون وانا نقطع فيه شرائح ونحاول ننزع منه العظمه العملية فات بزاف اخوات داروهم معي الحمد لله رب العالمين نجح معهم الاغلبية فقط لنقص واحد المعلومات اخوات اللي كانوا فزد لهم لكن اليوم ان شاء الله نحاول ندرك الوقت وندرك الموقف ونشرح لكم كل شيء ان شاء الله بيحاول الله تعالى كيفاش ما يفزد لكمش كيفاش تقدوا تخدموا به كنت شاركت معكم زوج مشروبات الساخنة والباردة ما شاركتش معاكم فقط لتاخت اخواتي ولا تقدوا تديروه اخواتي في لتاخت وفخوين اللي نديروهم عادي ذو كلي ترتولت على الفواكه يجيب زاف شبا معاهم هادو الشرائح تاع الليمون نفس الشي مع البرتوقال الحلقة القادمة ربما ولا اللي بعدها غادي نحاول نشاركها معاكم المهم اخواتي الطريقة سهلة تجيبوا البلارات عزداج كما كنت شوفوا تكون مخصولة جيدة نغسلتها بلما سخون يعني ما مغلي وخليتها نشفت تماما بلما نمسحها بشيفونا باش تبقى لي مقية وكل شيء غادي ندير فيها الشرائح تاع الليمون ونحط عليها السقر يعني طابقة من شرائح الليمون نذري عليها طابقة من السقر وهكذا حتى نكمل قاع اليناء اللي عندي يعني نكمل قاع الكمية اللي عندي الحاجة الشابة في هاد الليمون اخواتي انكم تقدوا تحتفظوا به في الثلاجة فقط اذا كانت عندكم البرودة في الدار تقدوا تحطوه في البلاكار فقط لكن اذا خفتوا عليه يفزد وانا صراحة نفضل انني نخليه في الثلاجة يدوم لسنة كاملة عام كامل يدور هاد الليمون ما شاء الله عليه ويبقى رائع جدا نديروه في الشربات نديروه في الطواجين تاع الحلو نديرو في ليد ليد ديسر لسالات فروين نديرو في ليد اختولات تاع الفواكه يعني هاد الليمون يجي رائع جدا جدا نخدموه بالعصائر نضيفوه على فواكه اخرى باش يعززنا نكهة العصير ويجيه بها شابة نحطوه في اللي تيزان تاوعنا كي نبغو نشربو تيزانة ساخنة نرفضو شريحة من هادو ونحطوه في التيزانة كي لي بغو الفيشي ولا لو قازوز هاداك الماء الغازي يبغوه بنكهة الليمون كذلك نحطوه في شريحة من هادو الليمون يجي بزاف شباب مهم اخواتي استخداماته بزاف 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 صراحة كنت شاركت معكم البعض في الفيديوهات اللي فاتوا على طول السنة لكن لا غالب يعني نظرا للمشاهدة قليلة ديما نلقى الأسئلة مفيدة كيفاه وعلاه ومدنا يعني فقط ما عنديش المشاهدات لكن اني نحطو لكم يعني مرات ندير عاصير مرات ندير عفايسة هكا المهم اخواتي هذه هي الطريقة هنا حاولت نزين فقط باش يجيني البوقال هكا شكل على شباب بغيت ندير هادو بهذا الشكل الطولي هكا باش يعطوني جمالية للبلارة التاعي المهم نبقى ننفرش طبقة تاع الليمون وطبقة تاع السكر حتى نكمل تقريبا نزوج كيلو من الليمون تديركم هادي كيلو تاع السكر ولا كيلو غير يعني مشي كيلو كامل يعني واحد سبعمائة جرام ولا تاع السكر المهم اخواتي انا بهذا الطريقة اللي نديره انتم ما كنت شوفوا في هدوك السكر لكن الغدوة ليه ولا بعد يوم يومين تلقوه تماما ولا هذاك العصر ولا شرباتي ولا لكم كيم الشربات وغاد يغطي لكم كا الكمية تاع الليمون غادي تتغطى بهذاك السائل هنا الاخوات اللي اثرت عندهم الغلطة وفزد لهم هذاك الليمون لانه اخواتي هذاك السائل مع الاول غادي غطيه ملوفات تبدو تجبدو الخطأ الاول كي تجبدو لازم الملعقة ولا الفرشيطة ولا الادات اللي تجبدو بهذا اللقاط يكون ناشف تماما ما يكونش في هلماء متقيسوش بيدكم ابدا 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 بعد اللي تجبدو يعني لانه اليد قدر يكون فيها اي عبسة تخليه تصرى الاكسادة ثاني حاجة ولا ثالثتها كي تجبدو اخواتي السائل غادي ينزل غادي ينقص وبالتالي الشرائح ليبقوا من الفوق غادي يتعراوا من هذاك السائل وما كاش حاجة تحافظ عليهم لانه المادة الحافظة هنا يشياله هي هي السكر حاولوا كل ما تجبدو تزعودوا تعملوا كمية من السكر ولا تزيدوا كمية من الليمون وكمية من السكر باش يبقى دائما الليمون والشرائح تحكم تحت السائل وحاولوا تحطوا عليه واحد النوع من الفقل يعني حطوا ثقل دائما من فوق سواء ان تبصي كاس عبسة لتخليكم هذاك الليمون دائما غارق في السائل هذاك وهذه هي الطريقة اخواتي باش تحافظوا عليه اذا خفتوا عليه حطوا في الثلاجة كما انا نديرها الايام الاولى نخليه برها فقط من بعدا ندخله للثلاجة ونبقى نخدم منه وكل ما يتوفر عندي الليمون نزيد نقطعها شرائح ونحط له السكر ونزيده من فوقه وكيما قلت لكم يبقى سنة كاملة بدون مرارة بلاح تولون بنتاها رائعة جدا كيما قلت لكم تتخدموا في الحلويات في العصائر في الشربات وكلش انا هذا النهار اللي خدمتها هولا ما زالت سكر فيه اكو تشوفوا السائلة راه بدا يتكون من تحت هذه الشربات الله الله عليها بشوية بشوية غادي يزيد الضعف الحجم التاعه بعد ايام غادي نوريه لكم تقريبا بعد ثلاث ايام نوري لكم هذا كيفاش غادي يصرى له كيفا غادي يتبدل الاخر تاعه يعني التكستير تاعه مايبقاش سكرها كايبان غادي يرجع كل شي شربات ان شاء الله وغادي تشوفوه معايا نفس الشي بالنسبة للليم المرقد ولا المصبر بعد مرور هذي تقريبا شهرين شهر ونصف غادي نوري لكم كيفاش طاب وتعسل عندي بسم الله ما شاء الله يعني هادو وريتهم لكم الحلقات القادمة غادي شارك معكم البرتقال تقدروا تخدموه هذا النوع الحلو بالليمون الاخضر تقدروا تخدموه كذلك بالبرتقال يجيب زاف الشباب باش تديروا بيها العصائر وكل شي المهم فقط انا متوفرش عندي ان شاء الله الحلقات القادمة نشاركها معاكم هنا شوفوا الليمون التاعي المالح كيفاش وجد شوفوا اللون التاعه كيفاش تعزز وهذاك الماء الثقال هنا الماء متقولوش حطينا كمية تعلماء غادي يفزد الكمية اخواتي قليلة جدا تعلماء يا ربي راهي كاس تعلماء ولا كاسو نصلي انه الكمية تعلموه كانت كبيرة يعني فقط لما عمرنا به الفراغات وفقط هنا شوفوا اخواتي الليم التاعي بعد اللي كان غير شوية رأطلق السائل ومشاء الله تغطى تماما بهذاك السائل اللهم بارك كما قلتوكم اخواتي تغطى قعب هذيك الشربات انا هنا اداخل انا دايرا فيه ثقل اخواتي انا دايرا فيه واحد الدوارة تاع بلاستيك درتها بهذوك الغلاقات تاع العولة بتاع البلاستيك وحطيت فوقها هذيك الكلوش تاع الزجاج من الفوق ديما نحطها به نضغط بها على الليم خاصة هيبقى دائما تحت السائل ولما نجبد منها طبعا ونحضر بها العصائر ولا للتحلية التاعي اكيد غادي نعاود نرجع نفق الملف ونحط شوية نذريعلي شوية على السقر ونحطه يغرق في هذيك الشربات هذا الليم المرقد المالح اخواتي شوفوا كيفارها طيب وثقيل المتاعه ما شاء الله تعسل وجهائل وشباب ما شاء الله وضغط بالطول بالطول غادي دير واحد طبقة جيلاتينية دليل على نجاح هذيك الليم التاعي هنا مازال ما بديتش نخدم به اخواتي لانه مازال عندي حبيبات صغر نتمنى ان شاء الله تجربوا الطريقتين ويعجبوكم وينالوا ريضاكم اذا الملتقى ان شاء الله نلتقوا ان شاء الله في الفيديو القادم سنشارككم البرتقال اذا لقيت الليمون الاخضر لما لا نشاركه معكم تحياتي لكم نبغيكم بزاف لا تنسونيش من لايكاتكم سلام عليكم